تحية لحضراتكم من قناة مصر للتعليم الفني ولقاء جديد بيجمعنا معاكم أعزائنا الطلاب وطبعا زي كل مرة وزي كل يوم معانا مناهج ومقرارات متميزة بيقدمها نخبة وكوكبة من الأسدزة والخبراء في مجالات التعليم الفني مادة النهاردة ان شاء الله هتكون عن المساحة بالميزانية للصفة الثالث السنوي الزراعي وان شاء الله هيقدم لنا المادة مستر عاطف إسماعيل خبير هندسة والميكانة الزراعية قسم استصلاح الأراضي موضوعنا النهاردة أو موضوع الحلقة هيكون عن الأدوات والأجهزة المستخدمة في إجراء الميزانية خلونا نرحب بضفنا أهلا بحضرتك مستر عاطف أهلا بسهنة فيك فنديم وأهلا بأبناءنا طلبة التعليم الزراعي صف الثالث قسم استصلاح الأراضي في حلقة جديدة نهاردة بنتحدث فيها عن الأدوات والأجهزة المستخدمة عند إجراء الميزانية هنستزن حضرتك مستر عاطف أن احنا في الأول هنحدد مجموعة من العناصر مجموعة من المحاور اللي احنا هننطلق منها النهاردة يعني لقاءنا كده هيدور عن بعض العناصر كده حضرتك تفهمها لنا ونبدأ باستعرض بقى عنصر معاك إن شاء الله زي ما قلت لحضرتك أن احنا هنتكلم النهاردة عن الأدوات والأجهزة المستخدمة عند إجراء الميزانية يعني لما نيجي نعمل ميزانية سواء كان ميزانية أطولية أو عرضية أو شبكية ودي هنطرق إليها بعد كده إيه هي الأدوات اللي احنا هنستخدمها طبعا إيه عناصرك يعني أي واحد عايز يقوم بأي شغلانة لابد يكون معا العناصر بتاعته اللي هيستغلها في إكمام هذا العمل أول حاجة عندنا هو بنتكلم عنه هو الميزان المهندس وده هنتكلم عن الميزان من حيث التركيب ووظيفة كل جزء في الميزان وإزاي بنعمل ضبط للميزان تاني حاجة بنتكلم من دمن الأدوات المهمة جدا اللي هي القامة متر وبنتكلم في القامة هي ليه أنا بستخدمها وإيه أنواعها وطريقة قرائتها إزاي أيضا من دمن الأدوات المستخدمة في إجراء الميزانية بيكون معايا أنواع مختلفة من الشرائط سواء كان شرائط تيل، شرائط صلب، جنزير، دفتر الغيط، خريط الروبرات، جهاز التدوليت، محاطة الرز المتكاملة دي الأدوات اللي هي بنستخدمها في إجراء عملية الميزانية وياريت كمان يا مستر لو في نص الحلقة أو حتى في نهاية هذا اللقاء تستعرض لنا الشكل المرتقب للأسئلة أو الامتحان ممكن يكون عامل إزاي لأن إحنا بنخلص معاك وحدة بوحدة ولكن يهمنا الشكل للأسئلة أو النمازج اللي ممكن تيجي لأولادنا هتكون عاملة إزاي فتي حطاها إن شاء الله في بالك وفي اعتبارك إن شاء الله تقدمها لنا كده في خلاصة لنهاية الحلقة بإذن الله نبدأ معاك نتحدث النهاردة في الحلقة التانية لنا اللي هي الأدوات المستخدمة في إجراء الميزانية أحب أفكر الطلبة حبيبنا الحلقة اللي فاتت إحنا أخدنا إيه عشان لابد تكون الموضوعات مرتبطة بعضها إحنا طبعا عشان نعرف الأول ميزانية يعني إيه ميزانية وأفكر الناس اللي كانوا عادي معايا الحلقة اللي فاتت وبرضو بعمل مراجعة بسيطة وسريعة للناس اللي محضروش للحلقة اللي فاتت برضو عشان يبقوا متابعين لنا وطبعا لأن لابد يكون الموضوع متناسق مع بعضه وده بيوصل النقطة دي بتوصل للنقطة اللي وراها احنا اتكلمنا الأول عن نيزانية وقلنا إن هي علم وفن وقلنا لابد العلم يقترم بالفن فبالتالي يطلع شغل جيد عمل محترم عمل منتاز علم وفن بيبحث في إيجاد الأبعاد الرئيسية الموجودة على سطح الأرض ده بالنسبة لتعريف الميزانية قلنا حبيبي حصة لفاتك دور الميزانية في الانتاج الزراعي لأدوار متعددة الميزانية ايه دورها ايه أغراضها قلنا أول حاجة دراسة طبيعة سطح الأرض عشان أعرف مواقع الارتفاعات ومواقع الانخفاضات أيضا بنعين أنسب الأماكن لإنشاء الترع المصارف أنت بتشوف المكان المناسب لإنشاء الترع فين سواء كان ترع أو مصرف أيضا بنعمل قطعات طولية لإنشاء الترع والمصارف والطرق وبنعمل قطعات عرضية لإنشاء وترميم الترع والمصارف أيضا عمل حساب مكعبات الحفر والردم أنت عايز تسوي قطعة أرض قطعة الأرض فيها ارتفاعات وفيها انخفاضات عايز تسويها فأكيد هتحسب مكعبات الحفر والردم برضو من ضمن أدوار الميزانية أن احنا عمل خارات كنتورية عشان نحدد نوع التسوية سواء كان تسوية فقية أو تسوية مائلة أيضا بستخدم الميزانية في عمل بعض المشاريع الهندسية زي سحارة أو بربخ أو بدالة ودي الحاجات اللي احنا سبق درسناها في الصف الأول يبقى حبيب يعرفنا كده دور الميزانية في الإنتاج الزراعي بعد كده قلنا فيه تعارفات خاصة وتعارفات مهمة جدا في الميزانية لا بودة تكونين تعرفها زي سطح المستوي ومستوى المقارنة ومنسوب النقطة قلنا سطح المستوي سطح جميع أجزاؤه عمودي على اتجاه الجاذبية الأرضي قلنا منسوب النقطة هو مقدار ارتفاعات أو انخفاضات النقط اللي هي على سطح الأرض بالنسبة لمستوى المقارنة ويكون منسوب النقطة موجب إذا كان مرتفع عن مستوى المقارنة أو سالب إذا كانت منخفضة عن مستوى المقارنة يعني لو نقطة فوق المستوى تبقى بالموجب ولو تحت المستوى تبقى بالسالب قلنا أيضا مستوى المقارنة إيه هو مستوى المقارنة قلنا هو المستوى الذي يقاس منه أنا بقس منه الارتفاعات والانخفاضات هو المستوى الذي يقاس منه ارتفاعات وانخفاضات النقط على سطح الأرض وكل دولة اتخذت منسوب لها خاص بها لكن منسوب مستوى المقارنة في مصر صفر وإحنا إثناء في ميناء الشرقي بالإسكندرية إثناء في ميناء الشرقي بالإسكندرية سنة 1898 من مجموعة عدة إرصادات لمدة 8 سنوات متتالية ده كان مستوى المقارنة تترقنا برضو الحلال فاتت عن الربيرات وقلنا إن أنا معرفش أعمل ميزانية إلا ما يكون عندي ربير أو نقطة معلومة قلنا يقال عنها الربيرات يقال عنها علامات المناسيب الاثنين بمعنى واحد لما يجوا قل لي يعني إيه ربير يعني علامة معدنية طالما قلنا علامة معدنية يعني معمولة من الحديد معمولة من الحديد علامة معدنية سابتة سابتة ما بتغيرش في مكانها علامة معدنية سابتة يعني في مكانها ما بتغيرش وضعتها مصلحة المساحة من اللي هيحطها؟ هيحطها مصلحة المساحة هتحطها فين؟ في الطبيعة طيب حطتها في الطبيعة ليه؟ استرشادا بها في عمل الميزاني يبا احنا بنسترشد من خلال الروبيرات في عمل الميزاني وقلنا أن الروبيرات لها نوعين نوع الأولاني ربير حائط والتاني ربير أرضي والحائط منه درجة أولى ودرجة تانية وقلنا ليسا من هذا حائط ولذا أرضي؟ ربير حائط لأن احنا بنحطه في الحوائط السابتة زي الحوائط الحكومية أو الأناطر ويكون الروبير محطوط على ارتفاع من الأرض حوالي خمسة متر أما ربير الأرضي فده يوضع على رأس الترع أو على رأس الطرق أو المصارف وطوله في الأرض ببقى مترين خمسة وسبعين ده طول الروبير قطره ستة سنتي بيغرس منه داخل الأرض حوالي متين وخمسين سنتي فوق الأرض خمسة وعشرين سنتي يبا احنا كده عارفنا يعني ايه ربير؟ وايه هي أنواع الربرات؟ أيضا بتتوزع الربرات في الطبيعة زي ما قلنا برضو والناس تركز معايا كده وهنا ممكن قولك وضح كيف يتم توزيع الربرات في الطبيعة أو اجيبها لك في صورة أكمل توضع الربرات في الطبيعة على مسافة بتتراوح ما بين نص لاربعة كيلو متر يعني المسافة بتاعتها من نص لاربعة هنا كل نص في المدن يعني كل نص كيلو متر مربع في المدن وكل 2 كم مربع في الأرض الزراعية وكل 3 إلى 4 كم مربع في الطرق الصحراوية ده توزيع الروبيرات يبقى لغاية كده احنا عرفنا ايه هو الروبيرات وايه هي أنواعها وكيف يتم توزيعها في الطبيعة حلقة النهاردة بقى اللي احنا بنتكلم فيها مهمة جدا عن الأدوات بقى والأجهزة اللي انت حتقوم بيها في عمل الميزانية ويمكن برضو تكلمنا عن جزء منها الحلقة اللي فاتت برضو دي نراجعوا بسرعة علشان الناس اللي مش كانوا حضرانا يحضروا ونفكر الناس اللي كانت موجودة معنا قلنا الأجزاء الأدوات دي عبارة عنه أول حاجة عندي قلناها الميزان وقلنا أن الميزان هو آلة هندسية الغرض منه الحصول على مستوى نظر أفقي يوازي مستوى المقارنة الحصول على مستوى نظر أفقي يوازي مستوى المقارنة الميزان بيتركب من إيه؟ نقول مع بعض كده تركيب الميزان أول حاجة بتركب منها الميزان هو المنزار المنزار ثم ميزان تسوية وحامل شعارات وقالة الميزان وحامل الميزان طب نمسك المنزار الأول المنزار يتكون من إيه؟ المنزار يتكون من عدسة عينية وعدسة شيئية يبقى هنركز كده مع بعض عدسة عينية وعدسة شيئية ووظيفة العدسة العينية إيه؟ الحصول على صورة معتدلة مكبرة والشيئية الحصول على صورة معتدلة مسغرة تمام عندي برضو من ضمن مكونات المنزار مسمار التطبيق وقلنا مسمار التطبيق دوة وظيفته توضيح الرؤية يعني بمعنى لما جا بص من المنزار أنا مش شايف كويس فبحرك مسمار التطبيق دوة يا إما للأمام يا إما للخلف زي ما قلنا كده أن الواحد كده وقت يبقى هو لسه أي منهم كده يبقى إيه مش شايف كويس فبيعملوا لأنه كده شفت تمام هو نفس القصة المسمار يتحرك للأمام أو للخلف يقوم رؤية تظهر رؤية تبقى واضحة صورة القامة قدامي تبقى صورة واضحة تماما يبقى ده وظيفة مسمار التطبيق عندنا ميزان التسوية وده منه ميزان تسوية دائري ومنه ميزان تسوية مستطيل وده اللي باستخدمه في عملية ضبط أفقية الميزان طب من الهزبط الأفقية تلت مسامير بسميهم مسامير التسوية موجودين في قاعدة الميزان يبقى عندي مسامير التسوية دول موجودين في قاعدة الميزان بسميهم مسامير التسوية هم اللي بيستخدموا في عملية ضبط أفقية الميزان من ضمن برضو تركيب الميزان عندي حامل الشعرات وقلنا الحلقة اللي فاتت إن حامل الشعرات ده قرص زجاجي قرص زجاجي عليه محفور فيه تلت شعرات أفقية وشعر رأسي تلت شعرات أفقية وشعر رأسي الشعر الوسطة هي اللي أنا برصد عليها الإيراية إنما الشعر العليا والسفلة يعني أنا عندي كده تلت شعرات واحد كنين تلت أفقية دي الوسطة ودي العليا ودي السفلة أنا برصد الإيراية على الشعر الوسطة دي طب العليا والسفلة بblueين دول بسميهم بشعرتها الاستادية بسميهم بشعرتها الاستادية ها يركزوا معي بقى نا ممكن يجي هنا سؤال طيب أنا باستخدمهم في ايه شعرتيا الاستادية دول باستخدمهم في ايجاد المسافة ما بين الميزان والقامة دون قياس يعني مغير مامسك الشريط وقيس تمام في تدريك كده على الميزان من خلاله أنا بقدر اجيب المسافة ما بين الميزان والقامة دون قياس طب والشعر الرابع اللي هي الرأسية ديت وظيفتها ايه وظيفتها ان هي بتجعل القامة فوضع رأسي يعني القامة بتاخد الشكل ده كده وقفة كده طب لو القامة مايلا كده مين اللي يزبطها لي اللي يزبطها لي الشعر الرأسي طيب تعالوا كده نشوف حامل شعرات كده على الشريح اللي قدام مننا كده حبيبي كده بصوا معايا هنا كده هنلاقي ادي حامل شعراته عبارة عن قرص زجاجي زي ما احنا شايفين شكل لكده وقادي شعر اتنين تلاتة دول تلات شعرات افقية هم ودي شعر ايه رأسي انا برصد الاراية زي ما قلنا على الشعر الهين الوسطى يبقى انت لما تيجي تاخد الاراية على القامة هترصدها على الشعر الهين الوسطى دي طب الشعر العليا والسفلة بسميهم بايه تسمى بشعراتها الاستادية ليه للحصول على المسافة بين الميزان والقامة دون قياس هنا اقدر اقول لك سؤال سؤال فيما تستخدم شعراتها الاستادية هتقول لي تستخدم في ايجاد المسافة بين الميزان والقامة دون قياس طب اما الشعر الرأسي اللي انت شايفها دي دي لانا بستخدمها في نجعل القامة في وضع رأسي بتخلي القامة في وضع ايه رأسي ده بالنسبة لحامل الشعرات حامل الشعرات يستخدم في تحديد محور الدوران للمنزار حامل الشعرات قرص زجاجي محفور به تلس شعرات افقية وشعر رأسية ترصد القراءة على الشعر الوسطى اما العليا والسفلة فتسمى بشعراتها الاستادية للحصول على المسافة بين الميزان والقامة دون قياس اما الشعر الرأسية فدي اللي جعل القامة في وضع رأسي ده بالنسبة لحامل الشعرات وده بالنسبة لميزان التسوية اللي احنا قلنا عليه ان منه الكاروي ومنه المستطيل الكاروي لضبط افقية قاعدة الميزان والمستطيل لضبط افقية المنزار اخر حاجة بقى قبل الاخيرة اللي عندي قاعدة الميزان زي ما قلنا ودي قاعدة مسلسة بها ثلاث مسامير للتسوية لضبط افقية الميزان قاعدة مسلسة فيها كم سمار ثلاثة ودول باستخدمهم في ايه؟ باستخدمهم في ضبط افقية الميزان يبقى فيما تستخدم مسامير التسوية هتقول لي في ضبط افقية الميزان اخر حاجة بقى عندي اللي هو حامل الميزان حامل الايه؟ الميزان يبقى ده تركيب الميزان بتاعي لابد كراجل فن مساحة او كراجل مهندس لابد تكون عارف ان الميزان بيتركب من ايه او بيتكون او بيتكون من ايه طيب تيجي نشوف كلا مع بعض كده فيديو عن الميزان وتركيبه معايا كلا سواني دي دي القامة هنتكلم عليها ايه برضو دلوقتي طالما جيء ماشي نتكلم عليها دي القامة متر عندي هنشوف شكل القامة عامل ازاي؟ الشكل قدام منكو ده قامة متدخلة تمام؟ قامة متدخلة هنبص نلاقي القامة معنا كده بتتدرجة من اسفل الى اعلى من اسفل الى اعلى طول القامة دي اربعة متر طول القامة اربعة متر زي ما احنا شايفين كده مدرجة الى امتار وسنتيمترات وديسيمترات لما حب نعرف نقرأ القامة هنبص زي ما انتو شايفيني شايفين كده نراها ازاي بروح للرقم الابلاها اللي هو ده متر وستين دي متر وستة يعني متر وستة سنتي متر وستين سنتي نبدأ نعد الديسيمترات دي متقسمة لون ابيض ولون ايه احمر بعد اللون الابيض ده هنقول هنا هنعد الجزء ده ادي متر وثمانين اهي بعد كده واحد وتمانين اتنين وتمانين تلاتة وتمانين اربعة وتمانين خمسة وتمانين ستة وتمانين سبعة وتمانين يبقى هنا الاراية متر وسبعة وتمانين الاراية متر وسبعة وتمانين لو انت كملت فوق توصل لمتر وتسعين يبقى الجزء اللابيض ده بتعدي ديسي واللحمر ده ديسي وهنا عندي 10 ديسي ماشي دي طريقة إراية القامة عندي وبنسميها دي قامة متدخلة القامة بتستخدم في إيه؟ تستخدم في إيجاد مقدار ارتفاع مستوى النظر الأفقي عن موضع القامة عن موضع القامة يبقى لما نيجي نقول كده تاني يا جماعة مع بعض أن القامة ودي تاني جهاز من أجهزة المستخدمة أو تاني أداء من أدوات المستخدمة في إجراء الميزانية اللي هي القامة متر القامة متر عبارة عن مصطرة من الخشب زي ما شفناها كده المصطرة دي طولها من 3 ل 4 لكن الشائع منها عندي هو 4 متر بتستخدم القامة في إيجاد مقدار ارتفاع مستوى النظر الأفقي عن موضع القامة أو ممكن نقول عن النقطة المطلوب حسابها يعني أنا مثلا عايز أحسب النقطة دي أشوف ارتفاعها قدين بحط هنا القامة تمام وإيه واظبط الميزان واخد الإراية بتاعتي يبقى بجيب الارتفاع المنطقة دي الارتفاع عندي يبقى لما نجي نقول فيما تستخدم القامة القامة تستخدم في إيجاد مقدار ارتفاع مستوى النظر الأفقي عن موضع القامة أو عن النقطة المطلوب حسابها القامة مقسمة إلى أمتار وسنتيمترات وديسيمترات مقسمة إلى أمتار وسنتيمترات وديسيمترات ده بالنسبة للقامة مدرجة من أسفل لأعلى يعني القامة تحتك تبقى الصفر تدريجي القامة عند أسفلها من تحت لفوق وهنا ممكن نقولك سؤال علل لماذا تدرج القامة من أسفل لأعلى هنقول السؤال ده إجابته في آخر الحلقة طيب يبقى احنا بنقول أن القامة مدرجة من أسفل لأعلى ده بالنسبة للقامة طيب طريقة إراية القامة أراها إزاي أنا بقر القامة زي ما احنا شفنا عند حامل الشعرات على الشعر الأفقية الوسطى يبقى لما أنا آجي أخد الإراية بتاعة القامة باخدها على الشعر الأفقية الوسطى تمام طيب طريقة بقى استخدامها هاستخدمها إزاي مفروض لما بتجي تستخدم القامة بتخطها على أرض صلبة بتخط القامة على أرض صلبة طيب لو القامة ما عنديش أرض صلبة والأرض اللي أنا شغال فيها أرض رخوة أعمل إيه أحط قاعدة حديدية يبقى بديم قاعدة من الحديد كده وبتخط عليها القامة وهنا دي برضو ضرورة يعني أنت ليه بتستخدمها؟ ليه بتخط القامة على قاعدة حديدية؟ حتى لا تغوص في الأرض عند دورانها بمعنى لو أنت استخدمت القامة وحطتها على أرض كده رخوة وجيت لفت القامة عند نقطة دوران دورت القامة يعني هتبصت ليه القامة رحت مغروسة شوية في الأرض فهتاخد إراءة غلط هتاخد إراءة خطأ فبالتالي الإراءة دي هتأثر في نتائج الميزانية بتاعتك عشان كده بنقول أن القامة لما نجي نشتغل عليها لابد توضع في أرض صلبة وتتحط وإذا كان أرض رخوة تنحط فوق قطعة من الحديد دي طريقة استعمال القامة القامة زي ما احنا شفنا النوع في الفيديو اللي احنا شفناه ده قامة متدخلة يبقى في منها المتدخل وقامة مفصلية لها مفصلات كده يا جماعة لها مفصلات وزي ما عرفنا أن هي بتتعامل إما من الخشب أو من الألمون احنا اتكلمنا في الميزان وقلنا أن الميزان ألها هندسية الغرض منه الحصول على مستوى نظر أفقي بيوازي مستوى المقرد طيب المستوى ده عشان تاخده لابد يكون خالم الأخطاء اه إذن احنا هنا هنتكلم عن معايا نشوف كده حتى الميزان كده مع بعض نركز كده كده معايا الميزان أهو شايفين بقى مع بعض كده الميزان اللي اتحط عليه ده ده الحامل بتاع الميزان يوبا أنا حطيت كده الميزان أهو على الحامل بتاعه بربطه كويس طبعا في مسمار تحت بربط دي هتلاقي اللي أنا بيشتور عليه ده المنزارة خر الحركة منزار خر الحركة هتلاقي ده اللي أنا مسكه ده ده اللي هو مسمار التطبيق والعدسة اللي أنا بنظر منها دي اسمها عدسة عيني والعدسة اللي في الأمام دي عدسة دي عدسة شيئي تمام? وهنا فيه حامل اشعارات اللي هو محفور عليه الخطوط بتاعت اللي احنا قلنا عليه وده ميزان تسوية وده ميزان تسويق تمام؟ ده ميزان تسويق لأنا بصبط به ايه الميزان زي ما شايفين كده منظر حر الحركة ودول تلات مساميرهم بسمار اتنين تلاتة برضو حرين الحركة اقدر حركهم من داخل الخارج او العكس وده الحامل بتاع الميزان يب احنا كده شفنا الميزان ده ونسميه ميزان المهندس برجع تاني بسمار تطبيق عدسة شيئية وده ميزان تسوية وده مسامير تسوية واللي هنا ده عدسة عينية وده الحامل بتاع الميزان وده حامل الميزان تمام؟ لما نجي بقى نتكلم عن انا عايز اعمل لضبط افقية للميزان يعني انا عايز اعمل الضبط الافقية عايز تعمل تحقيق للميزان والتحقيق هنا له عدة ايه؟ انواع التحقيق هنا له عدة انواع هنتكلم عنهم معايا يا حبابي كده احنا عرفنا الميزان بتركب من ايه؟ وشوفناك كويس جدا قدام عنينا؟ في حتة كده بتقول عليه ايه؟ لو انت بتبص من العدسة العينية فانت مش شايف مش شايف حامل الشعرات يعني الشعرات بتاعة الشعرات الشعرات على الحامل دي الشعرات دي مش موجودة انت مش شايفها تعمل ايه؟ هقولك تعمل ايه؟ طبعا انت انت بتبص او بتنظر من العدسة العينية فانت هتروح واخد ورقة بيضة كده ورقة بيضة كده اهي زي دي كده ورقة بيضة وحطتها امام العدسة مين شاطر يقول لي؟ طبعا مش ماقول اخطها دي من عدسة العينية انا باوص من عينية انت هتحطها دي من عدسة شيئي؟ يبا انت هتحط الورقة البيضة قدام العدسة الشيئية ركز معايا كده وبعدين تعمل ايه؟ هتحرك العدسة العينية دي يا اما لاعلى لاسف تظهر عندك الشعرات بوضوح تام اذا لو جه كده ايه؟ في الامتحان العملي والاستاذ بيسألك بيقولك لو انا مش شايف حامل الشعرات اعمل ايه؟ هتقول لي هنجيب ورقة بيضة وخطها امام العدسة الشيئية وحرك العدسة العينية حتى تظهر الشعرات بوضوح تماما يبا كده احنا عرفنا ازاي نشوف حامل الشعرات طيب عايز اعمل تحقيق للميزان ما هو انت مش ينفع تشتغل على الميزان بدون ما تكون عمل له تحقيق وهنا التحقيق يعني ايه؟ ده معنى ضبط وضبط يعني ايه؟ يعني تصحيح يبا التحقيق او الضبط او تصحيح واحد يبا لما نجي نقول ايه هو تحقيق الميزان او ايه هو ضبط الميزان هو تصحيح اي خطأ في الميزان حتى يكون الرصد صحيح عشان الارايات اللي هتاخدها تبا ارايات ما لها صحيحة يبا لما اجي اقول لك ايه هو تحقيق الميزان او ايه هو ضبط الميزان هتقول لي هو تصحيح اي خطأ في الميزان حتى يكون الرصد صحيح طيب هذا التحقيق له نوعان واحد مؤقت والتاني دائم يبا ايه هي انواع التحقيق اتنين تحقيق مؤقت وتحقيق دائم يعني ايه تحقيق مؤقت يعني ايه تحقيق دائم تحقيق مؤقت هو الذي يتم قبل استعمال الميزان مباشرة يعني قبل ما تستخدم الميزان في عملية الرصد بعمل تحقيق مؤقت وهنعرف بعد كده نعمله ازاي جبا خلي بالك لما تيجي تعمل تحقيق لما تيجي تشتغل وتيجي ترصد اراياتك قبل ما ترصد الارايات تتأكد ان انت عملت تحقيق مؤقت تبقى تأكد منين هتأكد من ميزان التسويل عندي ميزان التسويل عندي اللي هو عبارة عن في دايرة حمرة كده وفي قاعة من الزبق ازا كانت جوة دايرة الحمرة يبقى انت كده الميزان بتاعك مزبوط ازا التحقيق مؤقت ازا التحقيق الدائم او الضبط الدائم هو الذي يتم عند استعمال الميزان اول مرة اذا كثر استعماله اذا اسيء استعماله اه طب احنا عرفنا اول مرة يعني اذا كثر استعماله يعني لو انت استخدمته فترة كبيرة من الوقت امت عشر سنوات او حال الفترة دي محتاج تعمل للميزان ضبط دائم او اذا اوسيء استعماله يعني اللي استخدمه اخطأ في استعمال الميزان فانت محتاج تعمله عملية اصلاح هو دا التحقيق الدائم تعالوا كده نشوف مع بعض على الشريح كده نشوف كده مع بعض هنا كده ونقول بسم الله زي ما احنا شايفين كده طبعا انت حبيب اللي عاديين في البيت ومعاكو تليفون تقدر الشريح دي تاخدها لقطات يبا انت اصبحت كده عندك عندك المتاري اللي بتاع المادة عندك المراخص بتاع المادة بمنطقة البساطة وانت قاعد والشريح قدام منك تقدر تاخدها لقطة وتحتفظ بيها ويبقى انت كده عندك مادة فعالة تقدر تراجع من خلالها الدروس بتاعتك يعني الشريح احنا بنعرضها اولا الهدفين اولا انت معايا ومراكز احنا بنقرأ بنقول ايه ثانيا انت برضو تقدر تاخد الشريح دي لقطات بحيث ان انت برضو تبقى دي عندك المادة العلمية المبسطة وملاخصة وبشكل جميل جدا يعني وانت قاعد في البيت كده عندك حاجة جايلك بسيطة تقدر تستفد منها وتعملك كده دفتر كويس وتبدأ تنقلها انت بيدك تاني عشان انت لما تنقل حاجة بيدك اتركز فيها اكتر معايا طيب نخلينا معايا على الشريح ونشوف مع بعض بتقول ايه يبقى بنقول اهو تحقيق الميزان هو تصحيح اي خطأ في الميزان قبل استعماله حتى يكون الرصد صحيح ايه انوعه عندي نوعين عندي ضبط مؤقت وضبط ايه هذه ضبط المؤقت اهو وعندي نوع تاني ضبط دايه الضبط المؤقت هو الذي يتم عند نقل الميزان من مكان الى اخر قبل الرصد مباشرة يبقى ده تعريف الضبط المؤقت هو الذي يتم عند نقل الميزان من مكان لاخر قبل الرصد ايه مباشرة اما التعريف التاني اللي هو الضبط الدائم هو الذي يتم عند استعمال الميزان فترة كبيرة من الوقت يعني اذا ما قلنا كده استخدمناه فترة زمنية كبيرة او اذا اسيء استعماله يعني اللي استخدمه استخدمه بشكل ايه اه في خطأ اللي استخدمه يستخدمه بشكل فيه ايه خاطئ يبقى دول النوعين من الضبط طيب انت بقى بتعمل ضبط مؤقت ازاي هي دي بقى الشغل بقى هو ده ايه الشغل بتاعنا نقوله كده مع بعض وكده نارضه على الشلح انا بعمل ضبط مؤقت يعني كل ما احط الميزان في مكان وابدأ اشتغل اعمل ضبط مؤقت طيب بعمله ازاي اول حاجة انا هجيب الارجل بتاعة الايه حامل الميزان حامل الميزان اهه زي الشكل ده كده لو تلت ارجل بشكل ده كده جماعة ده الحامل بتاع الميزان رجل اتنين تلاتة وافتح الارجل دي على زاوية سبعين درجة تقريبا انا مش هيسمى من قلة طبعا انا بالتقريب يعني وبتخلي ارتفاع الحامل ده مناسب لطولك بتخلي ارتفاع الحامل مناسب لطولك يبقى ده كاول خطوة اول خطوة عملناها نحن فتحت ارجل حامل الميزان على زاوية سبعين درجة تقريبا وضغطت عليها كويس عشان ما تتحركش مش تهتز تاني حاجة رح تجيب الميزان وحطو مسبتو فوق فوق الحامل يبقى النقطة التانية تثبيت الميزان فوق ها الحامل يبقى كام نقطة دلوقتي اتنين عملتي الاول فتحنا ارجل الحامل على زاوية سبعين درجة تقريبا وضغطت عليه تاني حاجة ثبتنا الميزان فوق الحامل تالت حاجة فاكرين مسامير التسوية ها حد يفكرني كده كم سمار مسامع كم سمار ها تلاتة صح سمارة مين تلاتة يبقى في ناس كده فاكرة معايا وبتتكلم اه بتقول انا عندي تلات مسامير للتسوية التلات مسامير دول بيتحركوا يا جماعة كده من الداخل للخارج ومن الخارج للداخل يعني يتلفوا معايا شمال يمين لازم اتأكد ان التلات مسامير دول في منتصف مجراء المسامير في منتصف مجراء ليه عشان لو انت عايز تحرك المسامير للداخل يتحرك او للخارج يتحرك يبقى احنا قلنا انا عندي تلات مسامير بسميهم مسامير التسوية ودول وظيفتهم ضبط افقية النزال تمام يبقى النقطة رقم تلاتة نجعل مسامير التسوية في منتصف مجراء يبقى كم نقطة دلوقتي تلاتة النقطة الاولية مين الناس سحصى معايا كده واتفوها جماعة معايا نمر واحد ايه نمر واحد قلنا فتح ارجل الحامل على زاود سبعين درجة تقريبا والضغط عليه تاني حاجة انا اسبت الميزان فوق الحامل تالت حاجة اني اتأكد ان مسامير التسوية في منتصف مجراء لازم اتأكد ان المسامير التسوية في منتصف مجراء ليه؟ عشان لو انت عايز تحرك المسمار للداخل يتحرك تحركه للخارج يتحرك النقطة الرابعة ان انا بجعل المنزار اجيب المنزار بتاعي اخليه موازي لمسمارين يبقى المنزار يوازي مسمارين من مسامير التسوية وحركهم من الداخل للخارج والعكس يعني حرك المسامير من الداخل للخارج او العكس واجعل المنزار النقطة رقم خمسة موازي للمسمار التالت وحركه برضه من الداخل للخارج والعكس اقدر اعمل كده كتير؟ اه افضل لكده فترة كده اعمل ايه؟ احرك نفس المسامير دي من داخل للخارج او من خارج للداخل احركهم يعني بكرر العمل السابق اللي هو اربعة وخمسة كزا مرة عدة مرات بتكرر وتقف امتى؟ لغات لما تبقى الفقه في منتصف مجراء لغات لما تبقى نقطة زبك في منتصف الدايرة الحمرة اذا بقت في منتصف الدايرة الحمرة اذا الميزان مظبوط اشتغل يلا على بركة الله واشتغل وكده اراياتك تبقى متأكد ان اراياتك صحيحة مية في المية يبقى دي مهارة مهارة لازم تتعلمها لان اه لو مش بتعرف تظبط الميزان طب انت ازاي تبقى تبقى فني مساح ازاي تبقى راجل انت راجل اسمك فني مساح مهندس مساح لابد يكون يعرف هو بيزبط الميزان ازاي لا ما عارفش يزبطه يبقى اكيد ما عارفش يشتغل ولما تتأكد من شغلك ابص كده على ايه ميزان تسوية هو مظبوط انا مش مظبوط يعني نقطة تزبك جوة دهر الحمرة انا مش جوة دهر الحمرة اا حاولوكو على الحاجة بسيطة جدا لما تيجي البلاط عندك في البيت فيجي الراجل بتاع البلاط اللي هو السباك دوت وهو ببلط الارضية بيجي روح جايب كده ميزان حطه كده ازا الراجل ده بيحط الميزان عشان يزبط الميول بتاعته يزبط الارضية من خلال ميزان تسوية عنده من خلال ميزان تسوية هو نفس القصة لو انت الميزان عندك مظبوط يبقى ارياتك هتطلع صح ولو الميزان مش مظبوط يبقى ارياتك فه غلط طيب نشوف كده مع بعض خطوات ضبط افقية الميزان زي ما قلنا اول حاجة تثبيت حامل الميزان جيدا وفتح ارجل حامل الميزان على زاوية سبعين درق تقريبا اتنين تثبيت الميزان على الحامل تلاتة نجعل مسامير التسوية في منتصف مجراها يبقى مسامير التسوية تتأكد ان هي موجودة في منتصف مجراها اربعة بنجعل المنزار يوازي مسمارين من مسامير التسوية ثم نحرقهم من الداخل الى الخارج والعكس حتى تكون الفقاعة في منتصف مجراها النقطة لرقم خمسة نجعل المنزار يوازي المسمار التالت ونحركه من الداخل الى الخارج والعكس رقم ستة نكرر العمل السابق اربعة وخمسة عدة مرات حتى يتم ضبط افقية الميزان وبكده يبقى احنا ايه درنا نضبط افقية الميزان يبقى حبيبي حبيبي هنا خليكوا بقى معايا هنا خطوات ضبط افقية الميزان دي مهارة لابد تكون انت عارفها كويس جدا تمام وتكون ممارسها علشان تقدر توصل الى ان الميزان بتاعك مزبوط وان الارايات بتاعتك مفهاش اي خطأ وزي ما قلنا ان ده تحقيق الميزان والنوع دو اسمه تحقيق مؤقت يبقى ممكن يقولك كيف يمكنك اجراء التحقيق المؤقت الميزان تجري ازاي من خلال خطوات ضبط افقية الميزان يبقى احنا اتكلمنا عن تحقيق الميزان وقلنا ان تحقيق الميزان او ضبط الميزان لتنبي معنى واحد هو تصحيح اي خطأ في الميزان قبل استعماله مباشرة وقلنا انه انواعه اتنين واحد مؤقت والتاني دائم وقلنا ان المؤقت هو الذي يتم عند نقل الميزان من مكان الى اخر او قبل الرصد مباشرة يعني كل ما تنقل الميزان من مكان لمكان وحترصد تعمل تحقيق مؤقت اما تحقيق دائم بتم عند استعمال الميزان اول مرة او اذا كسر استعماله او اذا وسيء استعماله تعمله الضبط او تحقيق دائم وقلنا ازاي نزبط افقية الميزان ودي مهارة مهمة جدا لابد يكون كلنا او الناس اللي بتشتغل على الميزان لابد يكون عنده مهارة ضبط افقية الميزان زي ما قلنا هو هيجيب الحامل الاول ويسبت ويفتح الارجل على زو سبعين درجة تقريبا وبعدين اثبت عليها تاني حاجة اثبت عليها الميزان ويتأكد ان مسامير التسوية موجودة في منتصف مجرى وبعدين بنجعل المنزار يوازي مسمارين من مسامير التسوية وحركهم من الداخل للخارج والعكس واخلي برضو المنزار اجعل المنزار يوازي المسمار التالت وبرضو حركهم من داخل اللي خارج العكس لوقت لما اتأكد وكرر القصة ديت كتير نكررها شوية لما يبقى الفقاعة دخلت في منتصف مجرى وبكده يبقى احنا عرفنا ايه هو تحقيق الميزان وايه هو طريقة ضبط ضبط افقية الميزان عندنا مع بعض كده احبتي طلبة على الشريحة قدام مننا جهاز اسمه جهاز التيودوليت جهاز اسمه جهاز التيودوليت يعتبر زي ما احنا شايفين كده قدامنا كده هدي اشكاله وحنقول انواع دلوقتي تهم ثلاثة جهاز التيودوليت يعتبر من ادق وافضل الاجهزة في قياس بايمين ها بيس ايه بيس الزوايا الافقية والرأسية يب جهاز التيودوليت حبيب الطلبة بيس الزوايا الافقية والرأسية وقياس مناسيب النقط وفي توقيع الاعمال الهندسية يب لما يجي يقول لك سؤال فيما يستخدم جهاز التيودوليت هتقول لي يستخدم في قياس الزوايا الافقية والرأسية او اكمل ما يأتي يستخدم جهاز التيودوليت في قياس نقط هتقولي في قياس الزوايا الأفقية والرأسية ايه أنواع أجهزة التدليت عندي ثلاثة من الأجهزة تدليت زل ورانية وده قل استعماله وما عدنش من استعماله قوي الأيام دي وعندي تدليت العادي أو بنسميه تدليت البصري وعندي التدليت الرقمي وعندي التدليت الرقمي طيب التدليت العادي أو البصري ده مزود بميكروميتر أو مزود بميكروميتر ليه؟ عشان يقرأ الزوايا الأفقية والرأسية أما التدليت الرقمي ده بيظهر لإراية الزوايا الأفقية والرأسية على الشاشة على شاشة رقمية يعني بزوده بواحدة حاسب آلي بالضبط زي بالضبط كده بواحدة حاسب آلي زي ما احنا شايفين كده جماعة وإنا ممكن نطلق عليه اللي هي محطة الرصد المتكاملة أو Total Station يب احنا كده جهاز التدليت من ضمن الأجهزة المساحية المستخدمة عند إجراء الميزينية وقلنا جهاز التدليت أدق أفضل أجهزة كلها بيستخدم في إيه؟ بيستخدم في قياس الزوايا الأفقية والرأسية طبعا الميزان بتاعي ما مش بيستخدم في قياس الزوايا قياس الأبعاد تمام وقياس منسيب النقط وفي توقيع الأعمال الهندسية إيه أنواع أجهزة التدليت؟ قلنا ثلاثة التدليت زوء الورانية التدليت العادي أو البصري وده قلنا مزود الميكروميتر لقراءة مين؟ لقراءة الزوايا الأفقية والرأسية ثم التدليت الرقمي وده بيظهر لي إيراية الزوايا الأفقية والرأسية على شاشة رقمية ده بالنسبة لإستخدام التدليت وأنواع التدليت أنواع الجزاء إيه مزايا؟ مزايا تدليت الرقمي واحد سهولة العمل عليه في قراءة الزوايا سهولة العمل عليه في قراءة الزوايا السرعة في إنجاز العمل يمكن ربطه بالحاسب الآلي زي ما قلنا يبقى لما نجي نقول ما هي مزايا؟ التدليت الرقمي هقوله عندي ثلاثة نمر واحد سهولة العمل عليه في قراءة الزوايا اتنين السرعة في إنجاز العمل تلاتة يمكن ربطه بالحاسب الآلي ده بالنسبة لمين؟ لمزايا أما عيوبه بقى سرعة تلفه مقارنة بالتدليت العادي سرعة تلفه مقارنة بالتدليت العادي يحتاج إلى رعاية وعناية خاصة أكثر من التدليت العادي أكثر تأثراً بالظروف الجوية أكثر تأثراً بالظروف الجوية يبقى احنا عرفنا كده ايه هو جهاز التدليت عرفنا ايه هو جهاز التدليت بيستخدم في ايه؟ وأنواعه ايه؟ يستخدم في ايه؟ قياس الزوايا الأفقية والرأسية وقلنا أنه هو يعتبر من أدق وأفضل الأجهزة وقلنا له ثلاث أنواع ومنه العادي ومنه البصري ومنه الرقمي وقلنا له عدة مزايا وعدة عيوب وقلنا مزايا خاصة التدليت الرقمي أن مزايا سهولة العمل عليه في قراءة الزوايا السرعة في إنجاز العمل يمكن ربطه بالحاسب الآلي أما عيوبه فسرعة تلفه مقارنة بالتدليت العادي بيحتاج إلى رعاية وعناية خاصة أكثر تأثرا بالظروف الجوية وبكده يبقى دي الأدوات اللي أنا والأجهزة اللي أنا بستخدمها عند إجراء الميزانية حبيبي الطلبة يبقى كده عرفنا إيه هي الأجهزة إيه هي الأدوات اللي أنا بستخدمها في إجراء من الميزانية طيب يبقى ممكن يقول لي مجموعة من الأسئلة يجي يقول لي أذكر استخدام كل من العدسة العينية وممكن يجي يقول لك إيه أذكر استخدام العينية واحد يتلخبط كده يعني هي عينية ما أنت إدرست إيه عينية ما هي العدسة العينية اللي هي موجودة في الميزان أذكر استخدام كل من العدسة العينية العدسة الشيئية مسمار التطبيق تمام؟ فيما يستخدم حامل الشعرات يستخدم في إيه؟ فيما تستخدم شعراتها الاستادية أو ممكن أقول لك أذكر المصطلح العلمي هو جهاز الغرض منه الحصول على مستوى نظر أفقي يوازي مستوى المقارنة هتقول لي هو مين؟ هو الميزان قلنا أن الميزان يتكون من عدسة عينية وشيئية ومسمار التطبيق وحامل الشعرات وسامير تسوية اللي موجودة في القاعدة دي مكوناته إذن ممكن أجيب لك مجموعة من الأسئلة فيها فيما يستخدم حامل الشعرات فيما تستخدم العدسة العينية تمام؟ عرف منسوب سطح الميزان اللي هو مقدار ارتفاع مستوى النظر الأفقي عن مستوى المقارنة وممكن أجيبها لك برضو بصورة أذكر المصطلح العلمي مقدار ارتفاع مستوى النظر الأفقي عن مستوى المقارنة هتقول لي هو مين؟ منسوب سطح الميزان كلمنا عن تحقيق الميزان هو أن التحقيق أو ضبط الميزان تصحيح أي خطأ في الميزان حتى يكون الرصد صحيح برضو أجيبها لك بصورة أذكر المصالح العلمي هو تصحيح أي خطأ في الميزان قبل الرصد مباشرة هتقول لي هو تصحيح الميزان أتحقيق الميزان أو ممكن تقول تحقيق مؤقت هو الذي يتم عند نقل الميزان من المكان إلى آخر يبقى هتقول لي تحقيق مؤقت أو تقول لي هو الذي يتم عند التحقيق هو الذي يتم عند نقل عند استعمال الميزان أول مرة وإذا كسر استعماله أو إذا وسعر استعماله هتقول لي ده تحقيق دائم تمام؟ وبكده احنا عرفنا حبيبي الأدوات والأجهزة المستخدمة في إدراء الميزانية سعدت بوجودي معكم وأشكركم وإلى لقاء في حلقة قادمة